اجتمع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بمدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مع أخيه فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة وخلال الاجتماع أعرب ملك البلاد المفدة عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة مع جمهورية السودان الشقيقة على جميع المستويات وفي مختلف الأصعدة وحرصها الدائم على المضي بهذه العلاقات لأفاق أرحب تدعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وأكد عاهل البلاد المفدة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لجمهورية السودان الشقيقة في كل الأحوال ووقوفها التام إلى جانبها في هذه المرحلة المهمة من تاريخها وفي ظل الظروف والتطورات التي تمر بها في الوقت الراهن وتأييدها المطلق لكل ما فيه أمنها أمنها واستقرارها ويضمن التوافق والوحدة بين أبناء الشعب السوداني الشقيق ويلبي تطلعاتهم في التقدم والرخاء وثمن جلالته حفظه الله الدور المهم لجمهورية السودان الشقيقة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وما يتسم به الجيش السوداني من بسالة شديدة وكفاءة عالية في تنفيذ المهام المنوطة به ومن أجل تحقيق الأهداف الخير التي يسعى إليها التحالف بترسيخ الأمن والسلم في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية من جانبه أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان عن عميق تقديره لمواقف جلالة الملك المفدى ومملكة البحرين الداعمة على الدوام لجمهورية السودان وتعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لمملكة البحرين المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المفدى ترجمة نانسي قنقر